بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم متابعين غايداق سبورت نهاية الجولة الثامنة من الدور السوري الممتاز لكلورة الخدم تشرين بحارة بالصبارة الوسبية عم يحافظ على الوصافة هاترك للوقت والكرامة عم يضيع النقاط وعودة موفقة للاتحاد الحلبي بالنسبة لمباراة حطينه الشرطة مباراة حطينه الشرطة تأجلت الى موعد رح يتم تحديده لاحقا بسبب سوق ارضية ملعب الباسل تأجيل كان بسبب اعتراض ادارة نادي حطين على سوق ارضية الملعب ايضا مباراة جبلة مع الفتوى رح يتم اقامته غدا اذا كان ملعب المدينة جاهز لايقامة المباراة قبل ما ندخل بتفاصيل الجولة التامنين من دور السور الممتاز لكرة الخدم بالنسبة للناس اللي ما عم توصل اشعارات الفيديوهات فاصل لازم تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ما تنسى تدعمني بلايب وكتب لي بكومنت مين النادي اللي عم بتشجعه رح نبتدي بمباراة الاتحاد مع الوحدة نادي الوحدة الدمشق الاورنجي كان عم يستقبل نادي الاتحاد الحليبي في دمشق نادي الوحدة اللي عميش فترة من التخبط بالنتائج واربع مباريات خسارة من الطليعة خسارة من تشرين فوز على الفتوى واليوم خسارة من نادي الاتحاد المباراة كانت عم تتهي بفوز الاتحاد بهدفين مقابل الهدف سجل النادي الوحدة عن طريق راكلة اثنية الخطأ كان بتحمله الخالد حاج عصبان بسبب خروج غير موفق قدر منه النادي الوحدة الاورنجي سجل الهدف الاول لعود الاتحاد بتسديد صاروخي بعد عدة تسديدات عن طريق الريحانية ولاعبين اخرين لكن علي خليل كان بتسديد صاروخي من خارج من تقصص جهزاء عم يحلز الهدف الاول الاتحاد يحقق التعادل طبعا الاتحاد كان خارج اوطوب بعد عودة موفقة بالانتصار الماضي ايضا اليوم كان يحقق يشدد الوسائل لقبض على ثلاث نقاط هذا الاتحاد كان مستمر بالضغط للهجوم مستمر بالهجوم ومركز منيح كثير بالملعب كان ادأ وهو حلو كثير لتحمل الداخل لكن 62 هدف عن طريق فوز بوادق جهة لتنتهي المباراة بهدفين لنادي الاتحاد وهدف لنادي الوحدة ألف مبروك لنادي الأهلي الحلبي هارد لك للأورنج الدمشقي منروحنا مباراة الحرجالة مع الكرامي نادي الحرجالة اللي كان عم يستقبل في دمشق نادي الكرامي نص الحمصة الأزرق مباراة كانت عم تتهي بالتعادل السلبي الفريقين مباراة كانت دفاعين وعنمال فريقين متمسكين دفاعيا أو خائفين دفاعيا أكثر من اللازم الكرامي كان عم نشوف أحمد العمير يعني ما كان عم يلعب كرأس حربي كان عم يتراجع للخلف مع العلم أنه أحمد العمير هو لاعب صندوق لعب بلعب برأس الحربي يعني لاعب صندوق لما بلعب بمركز مهاجم وهمي أو لعب صانع لعب وعم يلعب كان خلف المهاجم فما شفنا عبدا لا أداء هجومي ولا خطورة هجومية من نادي الكرام أيضا نادي الحرجال اللي كان متحفظه عن ما دفاعيا مباراة كان عم تتهي بالتعادل السلبي والفريقين عم يخسروا النقاط نتيجة غير مرضية للجمهورين لأن الجمهورين كانوا يتمنوا ثلاث نقاط نروح للمباراة الأخرى اللي كانت عم تشهد هاتريك لمحمد الواكد نادي عفرين كان عم يستقبل بحلب نادي الجيش الزعيم المباراة كانت عم تتهي بأربعة أهداف لنادي الجيش مقابل هدف واحد لنادي عفرين سجل محمد الواكد ثلاثة أهداف هاتريك يحافظ على صدارته للهدافين بعشرة أهداف برصيد عشرة أهداف أما هدف نادي عفرين سجله اللاعب أحمد حمو طبعا نادي عفرين هو من زي للترتيب نادي جريح نادي عم يعاني لكن كنا نتمنى نشوف أداء أقوى من هيك خاصة أنه المباراة على أرضه وبين جمهوره ألف مبروك لنادي الجيش وهارد لك لنادي عفرين من روح إلى حماء إلى نادي الطليعة نادي الطليعة كان عم استقبل نادي الشرين متصدر والدوري مباراة كان صعب جدا على نادي الطليعة كنا نتمنى نشوف أداء أقوى من هيك من نادي الطليعة أداء تنافسي أداء نشوف فيه قوة نادي الطليعة خاصة أنه على أرضه وبين جمهوره لكن نادي الشرين كان يتغلى بسلاث أهداف مقابل هدف واحد سجل الهدف الأول لنادي الشرين علي بشماني بعد السيست من الماطة سجل الهدف الثاني كامل كواي بعد السيست من باسل مصطفى والهدف الثالث كان بتوقيع اللاعب أحمد الدالي بينما هدف نادي الطليعة كان بتوقيع اللاعب رجال رافع أبروك لنادي شفرين وهارد لك لنادي الطليعة تشيرين بهاي النتيجة عم يحافظ على صدارته للدوري نادي الوسبي فرصان حمص كان عم يستقبل نادي النواعير مباراة كانت عم تنتهي بفوز نادي الوسبي بسنائي نظيفة لللاعب عبد الرزاخ البستاني نادي الوسبي اللي عم يتخدم بشكل ملحوظ عم يشوف أداء وتطور على اللاعبين والنتائج بشكل ملحوظ بكل مباراة في أداء حلو بكل مباراة في نتائج حلوة بصراحة النادي الوسبي هو النادي الوحيد اللي هذا الموسم عم يشتغل بالشكل الصحيح عم يشتغل بخطة صابتة بخطط استراتيجية عم يشوف هاي النتائج عم يحصدها من خلال نتائجه من خلال الأداء وبهاي النتيجة نادي الوسبي عم يحافظ على وصافته للدوري ايضا بدي بارك لنادي الاتحاد افتداح صلة الحمدانية بحلب كانت عم تحتضن اللقاء اللي عم يشتغل مع نادي الاتحاد مع نادي الجيش المباراة كانت عم تنتهي بفوز نادي الجيش بسبعين نقطة مقابل قرار 60 نقطة لنادي الاتحاد الصالي كانت ممتلئة اكثر من 8000 مشجع يعني على الطراز العالي عرضية رائعة اضاءة مدرجات صالي على مستوى العالي فعلا اللف ببروك لنادي الاتحاد ولأهلي حلب وهي كانت اغلب التفاصيل ما تنسوني من دعم كنوا طبقوا بخير وصحة صعادة والسلام عليكم